طيب أنا عندي حاجة عايزة أعرفها هل إحنا صحتنا لما بنكبر تبقى متأثرة بصحتنا وإحنا أطفال بشكل كبير يعني أنا مثلا أنا ليه صور بشرة من المشروبات الغازية من غير اسمه عشان الإعلان وأنا كنت سنتين مثلا حاجات زي كده وبنأكل كل حاجة وبنأكل كل حاجة وبنشب كل حاجة كلنا إنه برود بدر قوي يعني سنتين بدر الله عندي صورة كده شطورة يعني وأنا وغيري يعني ناس كثيرة فهل ده معناه إن إحنا لما كبرنا صحتنا ممكن تبقى أوحش عشان حتى تاني أهله مثلا كانوا تخليين بالهم أكتر خلينا لو أمتي تتفرج هتبداي صح مش قصد أنا يعني خلال نقول للصحة الغزائية عمتا أو صحة الجسم رسيد أنت بتجمعه منه أنت صغير وبتبدأ تجني ثمار وإنت كبير فأنت وقت ما أنت طول ما جسمك بيسعيفك وبيحقلك اللي هذا عبرت الرياكشن بتاع يدي المصيبة فأنت بتحقق الرسيد ده فوقت ما بتحصل المشكلة بتبقى محتاج إن جسمك يسعيفك ففيها بيبقى فعليا هو بيقدر يقوم نفس فكرة الكورونا دلوقتي والقصة المناعة وأنت لو منعتك متأثرة بصورة كبيرة جدا على مدارس زمن فأنت أول ما بتصادف مرض شارس زي ده أنت بتتأثر الناس اللي محافظة على صحتها بيواجه المرض ده بيبقى أقل حدة وبيتعامل معاه والدنيا بتعدي كويس فاحنا عايزين نأكد على النقطة دي ده رسيد ابنك أنت ما بتحققلوش رغبة لأنه صدقيني هو الطفل ما بيميزش ما بين الأكل الهلثي أو الهلثي هو بيبقى غرضه كله الطعم عايز استمتع بالطعم بس لو قادرنا نحقق فكرة إن هو الحاجة الهلثي والانهلثي وأنا ده بلاقي تلمس ده في المناهج التعليمية إن هو بدأ يتكلمون من الحاجات الصحية بواحد اتنين تلاتة اربعة الحاجات الصحية واحد اتنين تلاتة اربعة ودلوقت الطفل بقى فاهم فاهم يعني ايه كمامة ويعني ايه تباعد ويعني ايه كورونا ويعني ايه مناعة ويعني ايه صحة غزائية الطفل بيبقى عنده ستة وسبع سنين فاهم الموضوع ده فاحنا قدام فرصة عظيمة إن احنا نستغل الأجيال اللي طلعة دي في إن احنا ننقلها بقى صحة غزائية كويسة وما يتصوروش صحيح صحيح مش ما يكلوش احنا هنضغل حتى دي خالق